بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الثانوية العامة برحب بيكم دايما في اللقاء متجدد ويا رب دايما كان نكون ايه نوفق مع بعضنا نزاكر ونحصل ونزاكر مع بعضنا الحصة اللي فاتت شرحنا مع بعضنا الايه التركيب الثانوية او سميناها التركيب التكتونية وشرحت بالتفصيل اوي 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 الطيات شرحنا ايه الطيات كنا قلنا من امثلة التركيب الثانوية هي الطيات والفوالق والفاصل عاوز افرق بين الفوالق والفاصل كابت بحاجة بسيطة اوي لو في عندي طوبة تكسرت عندي طوبة تكسرت وفضلت زي ما هي هسميها فاصل لو حاجة تكسرت وفضلت مكانها فضلت مكانها يبس ما فاصل اما اذا تكسرت وحدة تحركت لأعلى وحدة الاسفل المهم حصل حركة حصل حركة يبقى ده اسمها فالق يبقى بمنتهى البساطة الفاصل هو كسر بدون ازاحة اما الفالق فهو كسر يصاحبه ازاحة او حركة ونفت كل واحدة بالتفصيل بالزبط نركز مع بعضنا كده هنبدأ اول حاجة بالفواصل نبدأ اول حاجة ايه بالفواصل ده ما احنا شايفين كده الفواصل بالنسبة الفواصل الفواصل ايه بيبقى فيه كسر زي ما هنتشوف كده قدامنا فيه كسر موجود الكسر دوت سخور متكسرة فيها شروخ فيها فواصل فيها كسور بس كل كتلة زي ما هي مكانها زي كتلة مكانها بالزبط زي ما في الصورة كده الصورة معبرة جدا 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 فهي بتبع برا عن ايه كسر في الصخور بدون ازاحة يبقى لما اجاه اقول له اعرف الفواصل كسر في الصخور بدون ازاح برضو حاجة تانية انه هي من التراكيب التكتونية من التراكيب ايه التكتونية او التراكيب الثانوي على فكرة ممكن الفواصل تبع المسافة بينهم صغيرة قوي 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 تبعى سنتيمترات 5 سنتي 10 سنتي عدي سنتيمترات وبتصل احيانا لعشرات الامتار يبقى المسافة بين الفاصل والفاصل من عدة سنتيمترات إلى عشرات الأمطار طيب إيه لخل المسافة في صخر تبقى المسافة كبيرة أو المسافة صغيرة تتوقف على عدة عوامل السؤال ده مهمة أوي أوي ما هي العوامل التي تتوقف عليها المسافة بين الفاصل ما هي العوامل التي تتوقف عليها المسافة بين الفاصل نمرة واحد نوع الصخر يعني عندي مثلا صخر إذا الحجر جير وصخر إذا رخام وضغطت عليهم نفس نسب الفواصل او الشروخ اللي هتبقى موجودة نفس العدد لا طبعا هتختلف تبقى اول واحد نوع الصخر تاني حاجة سبب تاني مهم جدا سمك الصخر سمك الصخر يعني ايه لو صخر صمكه مثلا متر وصخر صمكه خمسة متر وضغطت عليهم بنفس المقدار من الضغط هل هتتأثر بنفس التأثير اكيد طبعا مختلفة تماما تماما يبان نوع تاني حاجة سمك الصخر تالت حاجة ده ما احنا عارفه موجود كده طريقة استجابة الصخر للقوى المؤثرة طريقة استجابة الصخر السخر يتأثر بهذه القوى باي درجة او باي دريقة يبانا مايجي يقول لي ما هي العوامل التي تتوقف عليها المسافة بين فواصل نوع الصخر سمك الصخر طريقة استجابة الصخر للقوى المؤثرة pissed انا مني حسر الفاتحة ان احنا نقول ايه دايما دايما اي حاجه انا بادرسها بادرسها عشانا استفيد منها انا مش مدرس كده مجرد دراسة لا الدراسة دي لازم يكون لها فوايد دايما انا بالنسبة للفواصل كنا اللي ذاكرينها ما اذكور عندي ان الفواصل دي استفاد منها قدماء المصريين استفاد منها قدماء المصريين من وجود الفواصل في السخور استفادوا منها من وجود الفواصل في السخور في بناء المعابد والمقابر وعمل المثالات يبا استفاد القدماء المصريين من موجود الفواصل في بناء المعابد والمقابر والمسالات على فكرة الأحجار المبنية منها منها الهرم في معابد أبو سومبل في معابدة كارنق الأحجار أو التماثيل اللي هناك كلها والمسالات اللي موجودة هناك كلها كان القدماء المصريين استغلوا المناطق فيها الفواصل وحفروا الحاجات ديات بالنسبة لهم ده بالنسبة لفواصل لبدا تاني ما هي الفواصل كسر في الصخور بدون إزاحة كسر في الصخور بدون إزاحة أو ممكن نقولها مجازا ممكن نقول كسر في الصخور بدون إي حرامة ندخل على اللي بعدها ندخل على حاجة بعدها ما هي الفوالق خدام الصورة كده جميلة جدا جدا من الطبيعة الفوالق شايف أجزاء متكسرة يمين أو شمال متكسرة وواضحة جدا جدا ان في عند اللون مسلا بني والطبقات ايه متحركة متحركة عن مكانها متحركة عن مكانها فهي ما هي اللي فعلها كسر في السخور يصاحبه حركة نسبية كسر في السخور يصاحبه حركة نسبية كسر في السخور يصاحبه حركة على جانبي على جانبي مستوى الكسر يبقى انا عندي ايه كسر وفيها هيكون فيه مستوى الكسر طبعا ايه لو حتحركت كتل السخور على جانبي الكسر ده كنت بسخور اتحركت على الجانبية الكاس. يبقى بنقول عليه ايه? كسر في السخور يصاحبه حركة نسبية على جانبية مستوى كده. طيب. هل ممكن يتحرك كده? اه ممكن يتحرك كده. طب ممكن يتحرك كده? يتحرك كده. يبقى الحركة ديت على فكرة عشان اه كده قلت انا كلمة قلت نسبية. ليه نسبية? لان دي اتحركت بالنسبة لدي وديت على فكرة اتحركت بالنسبة لدي. اهون? اتحركوا مع بعضهم في نفس الوقت. او تحركو مع بعض في نفس الوقت. ماشي الكلام? ده بالنسبة للفالق. طيب. يبقى الفالق كده لو انا اخذت عملت ايديا كده بالمنظر ده. كتلة بالمنظر دوت كده. قلت ايه? عاوز ايه? ايه هي اجزاء الفالق? ايه هي اجزاء الفالق? اجزاء الفالق اللي هو الفاصل للحتة لفاصلة دي. هنقول عليها دي. دي هنقول عليها ايه? مستوى الفالق. مستوى الفالق. هورها لكم دولة على الرأس. مستوى الفالق. عندي في كتلة الكتلة دي هسميه صخور حاقة العلوي ليه صخور حاقة العلوي لان المستوى ده شايفين المستوى ده جماعة لو اداية دي كده اداية دي تعلو المستوى اداية دي تعلو المستوى يعني اداية دي من هنا تعلو المستوى طيب اداية للشمال اسفل مستوى فدي هسميها صخور الحاقة العلوي وهي كتلة الصخور التي تعلو مستوى الفالق دي هسميها سخور الحائط الصفلي. ايه هي سخور الحائط الصفلي? هي كتلة سخور التي توجد اسفل مستوى الفالق. في النص طبعا ده بقى لو لو الكسر نفسه الكسر نفسه هقوله عليه هو مستوى الفالق هو مستوى الفالق هو المستوى الذي تتحرك على جانبيه كتل سخور كلا عكس الاخر. تتحرك على جانبيه كتل سخور كلا عكس الايه? الاخر. نشوف بقى كده ايه? عندي مثلا ايه فالق بالمنظر ده فالق بالمنظر ده لو قلنا الفالق دوت هنشوف كده ايه هيحصل هيحصل ايه في الفالق دوت هيحصل ايه في الفالق دوت طبعا ايه زي ما شايفين ايه شايف انا كاسر كده هلاقي الكتلة سخور ايه تتحرك بصوا شايفين ايه كانت ارض زي ما هي واحدة نزلت لتحت واحدة نزلت لفوق واحدة نزلت لتحت واحدة نزلت فوق دي بقى تبقى نتيجة زلزال بتبقى نتيجة اي حركات ارضية بس هي طبعا معظمها زلازل بتحصل للموضوع ده الكتلة اللي على يميني في الرسم الكتلة العيمين اللي انا شايفها بتحرك دي بسميها سخور الحائط العلوي اما الكتلة اللي على الشمال دي بسميها سخور الحائط السفلي بسميها سخور الحائط السفلي نيجي بقى نشوف ايه ايه هو الفالق التفانع الفالق لنهو التفانع على كلمة فالق هو ايه كسر وتشققات في كتل السخور يصاحبها حركة نسبية حركة نسبية لسخور مو الشامع على جانبي مستوى ايه الفالق طبعا شايفين صور في الطبيعة ديه واضحة جدا 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 فيه عرق مثلا كده او كتلة اللونها اسود موجودة هنا اعلى من الناحية التانية موجودة اعلى من الناحية التانية فطبعا ايه واضحة جدا جدا ان ده ايه فالق نشوف مسلا حاجة تانية صورة برضو ايه ايه هي الفالق زي ما احنا شايفين في الرسم دولتي مستوى الفالق ايه هو مستوى الفالق 뭔 جزء اللي انا الرسم مقطع دوت بيقول هو المستوى الذي تتحرك على جانبيه. المستوى الذي تتحرك على جانبيه كتل الصخور. كلا عكس الاخر. بس بشرط يحصل ايه ازاحة. يحصل ايه ازاحة? نيجي لها حاجة تانية. مشايفين اهو. انا عمل لكم فيه الوان بحس بين هو ده مستوى ايه? الفالق. طب. صخور رحقة العلوي. كتلة صخور الموجودة. عامل سطح مال كده. كتلة الصخور اللي هتكون موجودة من فوق. كتلة صخور موجودة من فوق دي اسمها صخور رحقة العلوي. كتلة صخور في الرسم كده? طيب. ديت. ده يشملنا بالنسبة لي. هتبقى هي دي سخور الحققة ايه? السفلي. سخور الحققة السفلي. طب لو عملت ايه? لو عملت كده. برضو نفس الكلام. هتبقى دي سخور الحققة العلوي. ودي سخور الحققة السفلي. وده مستوى ايه? الفالق. ماشي? ندخل بقى على ايه? نشوف بقى بعد كده الفالق. اوز اعرف الفالق ده. في عندي انواع للفالق. في عندي عدة انواع الفالق. في عندي على الفالق عادي فلق معكوس فيه فلق الدسر فيه الفلق زرحلق رفقية انا عاوز احدد ابسط طبعا التأسيمة لها الفلق العادي والفلق المعكوس عاوز احدد بالزبط ده فلق عادي ولا فلق معكوس احدده ازاي حسب احدده حسب اتجاه حركة كتلة سخور كلا عكس الاخر يعني اتجاه حركة كتلة سخورة على مستوى الفلق يعني دي لو اتحركت لاعلى هسميها اسم لو اتحركت لاسفل اسم خلي بالكم اهو بص ايدي سخور حقت العلوي ودي سخور حقت الصفلي وده مستوى الفلق ايدي دي لو اتحركت لاعلى هسميها اسم طب لو اتحركت لاسفل هسميها اسم تاني يبقى ايه بيتحدد نوع الفلق ازاي يتحدد نوع الفلق حسب اتجاه حركة مجموعة من السخور بالنسبة للاتجاه حركة المجموعة الايه الاخرى بالنسبة للاتجاه حركة ايه المجموعة الاخرى طيب دلوقتي بصوا انا عندي هنا زي ما انتم شايفيني ها هو ولادي اهو كتلة صخرية كتلة صخرية بينا جدا جدا قدامي وكاتب عليها سخور حقط العلوي وسخور حقط صفلي سخور الحقط العلوي ايه ده تحركت الى اسفل تاني احدد سخور الحقط العلوي اول ما حددها أشوفها إذا تحركت إلى أسفل أشوف اتجاه حركتها بالنسبة لكتلة الأخرى إذا تحركت إلى أسفل يبقى أسميه فالق عادي نمص بردو عن أسفل بتاعته إن هو إيه؟ اتجاه الحركة كان لهم بيتباعدوا عن بعضهم يبقى سخور حاقة العنوية إذا تحركت إلى أسفل وعادة بتكون نتيجة قوة شد نتيجة قوة ايه؟ شد مشاهل نشوف بقى منظر تاني يبقى إيه هو الفالق العادي؟ الفالق العادي تتحرك سخور الحاقة العلوي الى اسفل بالنسبة لسخور حاقة الصفل اللي تتحرك الى اعلى نتيجة قوة شد نتيجة قوة ايه شد الرسم بتاعي برضو اللي في كتاب المدرسة عشان لو جابهو ليقولك ده ايه تقوله دي بالنسبة لفالق عادي فالق عادي سخور الحاقة العلوي مستواها اسفل من او منخفض عن مستوى سخور الحاقة ايه العلوي نيجي ندخل ايه برضو شير رسمي تاني برضو قدامي اهو بيبين لي صخورة الحقة العلوي وصخورة الحقة الصفلة ونوع الفالق ايه العادي نوع الفالق العادي طيب برضو جايب لكم صورة من الطبيعة صورة من الطبيعة جميلة جدا 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 او شايف انا صخورة حقة العلوي موجودة منخفضة وصخورة حقة العلوي ايه الى اعلى وطبعا ايه بالمنظر ده تبقى موضحة معبرة جدا 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 برضو صورة تانية يعني موجودة شايفين ده ضخم شوية للفالق دوت وشايفين ايه سخور الحقط العلوي هنا جاي على الشمال بالنسبة لي يبقى بالنسبة لي سخور الحقط العلوي تحركت الى اسفل نتيجة قوتشد يبقى ده فالق ايه عادي فالق عادي طيب نيجي بقى الحالة التانية الحالة التانية لو سخور الحقط العلوي تحركت الى اعلى سخور الحقط العلوي تحركت الى اعلى هيبقى اسمه فالق ايه مع كوس هيبقى اسمه فالق زي ما احنا شايفينه في الرسم كده سخور الحققة العلوي بيت مرتفعة عن السطح الصفلي كويس طب في الحالة دي هسميه الفلق المعكوس اهو شايفينه بقى بيتحركه مع الحركة سخور الحققة العلوي تحركت الى اعلى تحركت الى اعلى يبقى ده هنسميه فلق ايه معكوس عشان يحصل كم ده يا جماعة اكيد اكيد ايه يحصل ايه هيكون في قوة ضغط حاجة بتضغط كده حاجة قوة ضغط يبقى بيحصل نتيجة قوة ضغط نتيجة قوة ضغط فبيديني الفلق ايه المعكوس نيجي نشوف الفلق المعكوس طيب اهو في الرسم تانية هو واضح عندي ان هو بيتحرك انا عندي جماعة سواء ايمين او شباين احنا نحدد الاول فين سخور الحققة العلوي واشوف اتجاه حركتها احدد الاول سخور الحققة العلوي واشوف اتجاه حركتها ازا كان سخور الحققة العلوي تتحرك لاسفل يبقى ده فالق عادي اذا كانت تتحرك لاعلى يبقى ده فالق ايه معكوس لما يقول لي من اسئلة مهمة جدا 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 كويس قارن بين الفالق العادي والقارن بين الفالق المعكوس هنقول له ايه هيقول لي ايه الفالق العادي كسر ناتج عن الشد طيب الفالق المعكوس كسر ناتج عن الضغط طيب الفالق العادي تتحرك صخور الحائط العلوي على مستوى الفالق الى اعلى بالنسبة لسخور حائط الصفلي اما في الفالق المعبوس تتحرك سخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبة لسخور الحائط الصفلي بالنسبة لسخور حائط ايه الصفلي طيب نبصر الرسمة دي كده ونفكر مع بعضنا انا هنا شايف ايه رسمة فيها مستوى الفالق في سخور حائط العلوي وصخور حائط الصفلي لو سمحته نوع الفالق ده نوع ايه انا شايفه ايه? انا بشايف سخور حاطر علويه تحركت الى اعلى. يبقى ده نوع من فلخ المعكوس؟ بس انا هسميه اسمي التاني خالص. يعني شو رغم الرسمة دي نوع من فلخ اسمها هو نوع من هو فلخ معكوس؟ فالق معكوس. فانا اقول لك فلخ. بس انا هسميه الفلخ الدصر. ليه بقى هسميه الفلخ الدصر? تعالوا بصوا كده معي. اول حاجة. انا مختلف ناشى نوع فلخ معكوس. ليه بقى انا سميته فلخ دصر? لان لما نشوف مستوى الفالق اللي انا برسمه دوت مستوى الفالق هتلاقيه ميل ميل بسيط اوي الفالق المعكوس العادي بيبقى الميل كبير ضخم كده زاوية بتاعتي يعني ستين سبعين خمسين في الفالق الدسر في الفالق الدسر هتلاقيه الميل الزاوية مسلا عشرة خمستاشر ميل بسيط اوي فاذا كان اذا كان مستوى الفالق المعكوس قليل الميل او بنقول افق تقريبا يبقى سميل الفالق الدسر الفالق الدسر يبقى ايه هو الفالق الدسر بمنتهى البساطة هو فاق احد الفوالق المعكوسة مستوى الفالق قليل الميل مستوى الفالق قليل الميل او بقول عليه ايه افقي تقريبا افقي تقريبا طيب في عندي بقى ايه فالق تاني جدا جميل اوي اه على فكرة الفالق الدسر بسميه فالق زحفي ليه بسميه فالق زحفي ليه سميه فلق زحفي لان الصخور بتاعته بتسحف بص بتسحف افقيا تقريب بتسحف افقيا مسافة ما كأن كأن الكتلة دي بتسحف على الكتلة دي يقول لي ايه يسمى الفلق زحفي لان صخور المهشمع تسحف افقيا مسافة ما في حالة لما يكون عندي فالق تتحرك الصخور على على مستوى افقيا دون وجود ازاحة رأسية دون وجود ازاحة رأسية بسميه الفلق ايه زو الحركة الافقية يبقى ايه هو الفلق زو الحركة الافقية تتحرك الصخور المهشمع حركة افقية اهو اهو زي ما انا ايه بحرك بتحرك على الترابيز اهو ايه دي ما عليتش ولا ايه دي انخافضت ولا اي حاجة الاتنين بيتحركوا كده ففي الحالة دي بقول ان ايه دي اتحركت حركة افقية. اتحرك اتحرك افقية دون وجود اي ازاحة رعصية. ما فيش حد ارتفع ولا حد ايه? انخفت تماما. ايه ده فلق زوحرق افقية. كده اخدنا كم نوع من فوالك? الفلق العادي الفلق المعكوس الفلق الدسر الفلق زوحرق الاوفقية. طيب. حاجة بقى الايه? مشكلة تانية. دخلوا بقى ان الراجل صحيت حلوة. وصخرة اتكسرت اتكسرت كسرين. صخرة اتكسرت كسرت ايه? كسرين. كويس? تعالوا نشوف بسا واحدة منهم ونتفرد. اولا تعالوا الكتلة دي. نشوف الكتلة اللي في اللي عندي اللي انا بشور عليها دي كده. اه. انا عندي هنا ده فلق عادي. طيب الناحية التانية فلق عادي. طيب. فين سخور الحاقة العلوي? السخور اللي حتة اللي في النص دي اسمها سخور الحاقة العلوي. الحتة اللي في النص دي اسمها سخور الحاقة العلوي. لو عندي في رسمة في فالقين عاديين. لو عندي في رسمة في فالقين عاديين. اتحد في سخور الحاقة العلوي. يعني كتلة اللي المحصورة بينهم. سخور الحاقة العلوي. هسمي الفلق ده الفالق الخندقي. هسمي الفلق ده الفلق الخندقي او الفالق الخسفي. طيب. تعالوا حتة تانية كتلة تانية كده. عندي فالقين عاديين برضو. اهي ده فالق عادي وده فالق عادي. فالق عادي وفلق عادي. والكتلة اللي في النص دي اسمها سخور الحاقط الصفلي. اسمها سخور الحاقط ايه? السفل. طب لو عندي فالقين عاديين اتحدى انحصر بينهم. سخور حاقط صفلي يبقى ده اسميه الفالق البارز او السواتر او الساتر. يبقى ايه? دلوقت عندنا اهو بالمنظر ده برضو سكتش بسيط جدا 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 عندي. فالق فالق عادي وفالق عادي. والكتلة اللي في النص دي اسمها سخور الحاقط العلوي. هي منخفضة يا مستر اه يا ابني شايفها منخفضة بس اسماز خراحة العلوي ليه لانها قلنا اعلى من المستوى الفالق اعلى من المستوى الفالق ففي الحالة دي هسمي الفالق ده فالق خسفي او فالق خندق زي ما تحب الاثنين صح ما فياش اي مشكلة هنشوف بقى ايه انواع الفوالق اللي هما الاثنين اللي انا قدت عليهم اخر حاجة فالق الخسفي عاوزت طبعا ايه برضو من المقارنة المهمة جدا ما هو الفالق الخسفي او الخندقي فالق البارز او السواتر كويس طيب اول حاجة بالنسبة للفالق الخندقي بنقول عليه تأثرت السخور بفالقين عاديين تأثرت السخور بفالقين عاديين اتحدى في سخور الحاقط العلوي اتحدى في سخور الحاقط العلوي بنسمه فالق ايه خندقي طيب نجي للنوع التالي بنقول ايه فالق بارز او فالق ساتر يقول تأثرت السخور بفالقين عاديين نفس الجملة اتحدى في سخور الحاقط السفلي الجملتين زي بعض بالضبط يا ابني الجملتين هم هم الجملة دي الخنداقي فيها كلمة اتحدى في سخور الحاقط العلوي العلوي اما الساتر اتحدى في سخور الحاقط السفلي الفارق بينهم نفس الجملة هكتبها نفس جملة تأثرت السخور بفالقين عاديين اتحدى في صخور في حالة الخندق يبقى علوي في حالة البارز يبقى فالق ايه? طب. برضو نرجع للسؤال المعتاد اللي انا بسأله لبنائي في كل مرة. ايه اهمية الدراسة الفوالق? ايه اهميتها? كويس? ليه بدرس الفوالق? اول حاجة. افتكر الجملة ديها. افتكرها كده وبقول لها اسمتها امتى? تعتبر مصايد للبترول والغاز الطبيعة والمياه الجافية. اسمعنا الكلمة دي قبل كده? اه. لما جيت قلت اهمية الطياط قلت برضو مصايد المياه البترول والغاز الطبيعة والمياه الجافية. يبقى ايه? يبقى دي موجودك جلمة دي مشتركة مع الانتين. يبقى اهمية الفوالق? طيب. حاجة تانية من اهمية الفوالق. بتتصاعد منها مياه ونافرات ساخنة. تتصاعد من الفوالق مياه ونافرات ساخنة. طب ايه يعني? لا دي مهمة جدا جدا باستخدامها في السياحة والعلاج. او بنقول ايه? السياحة العلاجية بتستخدم في السياحة والعلاجية. عندي امثلة? اه عندي امثلة مصر. عندي ايه? حلوان. عيون حلوان اه عيون حلوان بحلوان ديت. العين السخنة ديت في خليج السويس او الساحل الغربي. وعندي حمام فرعون برضو مشهور جدا على الساحل الشرق. على فكرة من حاجاتك جميلة جدا والرائعة. وفعلا فعلا في السياحة جميلة جدا. اخر حاجة بالنسبة لاهمية الفوالق تترصب معادن زي الكلسايت. معادن نقول عليها معادن ذات قيمة اقتصادية. معادن زي الكلسايت والمنجنيز والنحاس والخيامات ايه? الخصدية. طيب. انا شايف كسر. شفت كسر مسلا في الجبل. شفت كسر في بيتنا. شفت كسر بتاعها. هل ده فالق ولا لا? ففيه بقى حاجة مهمة قوي. اسمها الظواهر. الظواهر المصاحبة للفوالق. ايه العلامات اللي انت لما تشوفها تقول ايه ده فالق? يعني شايف كسر في الجبل? ده فالق ولا فاصل? ما اللي اتنين كسر يا ابناء ايه? الفاصل كسر والفالق كسر. بس الفاصل بدون ازاحة والفالق بازاحة. طب ازاي اعرف انا اقواب كده والجبل بعيد خالص خالص عني. قادر اقول لك ده فالق. وقدر اوصول لك يا ابناء البساطة. نيجي نقول ايه? اه. مسلا اول علامة انسقال جانبي الفالق. انسقال جانبي الفالق. بص يا ابناء. هتخيل ان ايدي دي كانت كتلة صخرية. اي صخرة ما بيجي تكسر اهو. لما بيجي تكسر. هل بتكسر زجزاج? ولا بتكسر مستوي? لا زجزاج. فهو. زي كده كان ايدي دي تكسرت عجر صخرة وتكسرت. بص. لما ديه الكسر يصحبه حركة. بص. دي لما تتكسر. هتخلت تاني حتش بعضها تاني حتتاني 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 حتت. دي هتستوي تماما وده هتستوي تماما. فكلمة انسقال جوانب الفالق معناها ان الكسر ده هيبقى مستوي تماما كأنه مصطرة. كأنه مرسوم بالمصطرة. وفعلا كل الرسومات كانت كده. انسقال جانبية الفالق مع خدود موازية لحركة الصخور على مستوى ايه? الفالق. تاني حاجة وجود برشة الفالق. نرجع لاداية تاني. تخلق لانا ايدي كده بكحتها كده. اهو. ايدي بكحتها كده. فالكتل الجزء ده التوباية دي هتقع. وده تقع. وده فتفوتة دي. لما تقع. لما كده الشخرية تقع من الجبل ده. هتكون حدة ولا هتكون مدورة. لا طبعا اي حاجة بتتكسر من صخرة بتبقى حدة تقريب. حدة تقريب. فمنقول الصخور الحدة دي بسميها اسم جميل او فتكروا الاسم ده. الله يكرم. تكوين برشة الفالق. واي يا برشة الفالق? صخور ذات زوايا حدة. صخور او فتات ذات زوايا حدة. افتكروها معي. افتكروها ايه? معي. طبعا من ضمن الحاجات التظهر من صاحبة الفالق والمهمة جدا جدا جدا. لسه ايه انا بالاهمية بس يقول ايه? تصاعد مياه ونفرات ساخنة. يعني انا لو لو لقيت في منطقة مياه. مياه بتتدفق من الارض او من منطقة جبلية او كده. فيش حد حفر هنا خالص. يبقى اكيد 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 هنا فيه فالق والمياه الجوفية بتندفع لوحدها. يبقى تصاعد مياه ونفرات ساخنة. يبقى برضو من ضمن العلامات. ترسيب معدن المعادن على مستوى ايه? الفالق. ترسيب معادن. زي ما لسه برضو ايلينا عليها الكالسايت من ايه? من ضمن المعادن اللي بتبقى ايه? موجودة على مستوى الفالق. ليه? ليه الطياط والفالق تظهر اكثر وضوحا في الصخور الرسوبية? لان الصخور الرسوبية ذات طابع طباقي. يعني يبقى زات طباعة طباقي نفهمة كده. لان الصخور الرسوبية دايما بتبقى في طبقات. الطبقات. الطبقة دي بتختلف عن ديه? في السمك والامتداد واللون والتركيب الكيميائي والمعدني والمواد اللاحمة بين الحبيبات والمستوى والنسيج والمحتوى الحافي. يبقى لما جاي اقول لك ليه الطياط والفالق تظهر اكثر وضوحا في الصخور الرسوبية? لان الصخور النسوبية. توجد على هي الطبقات. تختلف في السمك واللون. تختلف التركيب المعدني والكيميائي. اختلف في المواد اللاحمة بين حبيبات وتختلف في النسيج والمحتوى الحافي. كده احنا خلصنا لتركيم التكتونية او التركيب الزانوية. شرحنا الطياط بشرحنا الفوالق والفواصل. قلنا ايه الفرق من الفوالق والفواصل. وعرفنا ادواء الفوالقى المختلفة. كده يبقى اياه خلصنا للتركيم التكتونية كلها. أشوفكم إن شاء الله على خير في اللقاء أقادم إن شاء الله لسان طيب